السلام عليكم هلأ بدنا نشرح الدرس الثاني من الوحدة السادسة اللي هو الألماط العددية طبعاً النماط العددي هو مجموعة من الأعداد المرتبة وفي قاعدة نماط معين خلينا نشوف هذا السؤال هو شرح تمهيدي وتوضيحي لفكرة درس الألماط العددية عمر موظف في شركة راتبه 300 دينار شهرياً قررت الشركة منح عمر زيادة مقدارها 15 دينار سنوياً كم دينار يصبح راتب عمر بعد 7 سنوات؟ هلأ المطلوبين السؤال معرفة راتب عمر بعد 7 سنوات مع العلم أنه كل سنة بتم زيادة عمر 15 دينار هلأ راتبه هو 300 في السنة الأولى بده يزيد راتبه 15 دينار فبيصير 300 و 15 دينار في السنة التالية رح يزداد راتبه كمان 15 دينار فبيصير 330 دينار وهكذا عبل ما يمضو 7 سنوات وبصير راتبه 400 و 5 دينار الآن فعلياً كل سنة راتبه بزيد 15 دينار يعني الـ 15 لأنه بدي إياه بعد 7 سنوات فأنا بدي أجمع لراتبه 300 الـ 15 بدي أجمعها لنفسها 7 مرات يعني 15 زائد 15 زائد 15 سبع مرات طب هلأ مش الـ 15 أجمعها لنفسها 7 مرات هي نفسها 15 ضرب 7 طيب إذا راتبه لو بدي أعمل قاعدة راتبه الأصل اللي هو 300 والزيادة اللي هي كل سنة أنا بطيفه 15 ولأنهم 7 سنوات فـ 15 ضرب عدد السنوات ولأنه إحنا نعرف أولويات العمليات الأولوي للضرب 15 ضرب 7 105 300 زائد 105 يساوي 405 إذن فعلياً راتب عمر بعد 7 سنوات 405 إذن هيك إحنا جهزنا قاعدة النمط طيب لو حكالي بدي راتبه بعد 9 سنوات شو منعمل 300 اللي هو راتبه الأصلي لعمر زائد 15 ضرب 9 سنوات اللي هو الزيادة بعد 9 سنوات هلأ لو نيجي نتأمل مثلث باسكال هلأ مثلث باسكال في نمط عددي طبعاً هون في هذا الشكل مثلث باسكال بيتكون من صف صف الثاني صف الثالث صف الرابع صف الخامس تمام؟ طيب طيب إيش هي القاعدة النمط في من ثلاث باسكال؟ واحد زائد واحد اتنين طيب واحد زائد تنين أهذا تلات تنين زائد واحد تلات واحد زائد ثلاث أربعة ثلاث زائد ثلاث ستة ثلاث زائد واحد أربعة إذن أنا بكون كل صف من خلال الصف الذي يسبقه يعني الصف الخامس كونته من خلال جمع الواحد مع الثلاث يعني من خلال الصف الرابع فواحد زائد ثلاث أربعة إذن ناتج جمع هدول عددين بحطه هون ثلاثة زائد ثلاث ستة إذن هاي هي قاعدة النمط في مثلث باسكال طيب لو كان أنا عندي أكتر من خمس صفوف بقدر أطلع قاعدة باسكال أه بقدر أنا علفت القاعدة هلأ واحد واحد زائد واحد تنين واحد زائد تنين تلات تنين زائد واحد تلات طيب واحد زائد تلات أربعة تلات زائد تلات ستة تلات زائد واحد أربعة طبعا منلاحظ أنه أنا بكتب لعدد حاصل المجموع بيناتهم بين الرقمين في الصف الذي يلي واحد زائد أربعة خمسة أربعة زائد ستة عشرة ستة زائد أربعة عشرة أربعة زائد واحد خمسة واحد زائد خمسة ستة خمسة زائد عشرة خمستاش عشرة زائد عشرة عشرين وعشرة زائد خمسة خمستاش وخمسة زائد واحد ستة وهكذا بكمل أنا الصفوف في مثلات باسكان هلأ السؤال الأول صفحة 72 استعمل مثلات الأعداد السابق لإكمال النمط بكتابة الأعداد الثلاثة التالية في كل مما يلي ألف واحد اثنين ثلاث طبعا هنا قاعدة النمط كثير واضح بكمل خمسة ستة سبعة باو واحد صارت تلات تلات صارت ستة الستة صارت عشرة طيب هلأ لو بدي أركز بقاعدة نمط بحكي الواحد ضفت لها تنين عشان تصير تلات تلات ضفت لها تلات عشان تصير ستة الستة ضفت لها أربعة عشان تصير عشرة إذن أنا كل مرة هنا تنين تلات أربعة إذن هلأ بدي أضيف خمسة ستة سبعة تمانية وهكذا فعشرة رأ رح أضيف لها خمسة عشرة زائد خمسة خمسطاش الآن هلأ بدي أضيف ستة خمسطاش زائد ستة واحد وعشرين لأن ننضيف سبعة واحد وعشرين زائد سبعة تمانية وعشرين في الرجيم في الرجيم بننحله باستخدام مثلث باسكال واحد أربعة عشرة طيب لو نرجع له مثلث باسكال هلأ هاي واحد أربعة عشرة شو بديجي وراه؟ بديجي وراه عشرين إذن عشرين طيب أنا بأقدر أطول الصف اللي وراه؟ أه بأقدر بجمع واحد وستة سبعة ستة وخمسطاش واحد وعشرين خمسطاش وعشرين خمس وثلاثين عشرين وخمسطاش خمس وثلاثين ولاحظوا وين بكتوا بالعدد بين الرقمين اللي أنا جمعتهم خمسطاش زائد ستة واحد وعشرين ستة زائد واحد سبعة إذن بعد العشرين شو إجي عندي خمس وثلاثين وهكذا بعد الخمس وثلاثين بيجي عندي ستة وخمسين الآن في الإعداد واحد 2 4 8 هلأ بلاحظ إنه الواحد ضربتها ب2 الـ 2 ضربتها ب2 عشان تعطيني 4 الـ 4 ضربت 2 أعطتني 8 إذن هون أنا في كل مرة بضرب 2 8 ضرب 2 16 16 ضرب 2 32 32 ضرب 2 64 الآن مثال 2 صفحة 72 أكمل النمط بكتابة الأعداد الثلاثة التالية في كل مما يلي ألف عندي أو فرع الأول 8 8 15 22 29 بلاحظ إنه 8 ضربت لها 7 عشان تعطيني 15 15 ضربت لها 7 عشان تعطيني 22 إذن في كل مرة بزيد 7 الفرع التالي 42 45 صارت 43 43 صارت 45 45 صارت 48 بلاحظ إنه في كل مرة هون ضفت واحد هون ضفت اثنين ضفت ثلاث هلأ شو بدي أضيف أربع بدن خمسة بدن ستة بعدن سبعة وهكذا إنها هي قاعدة النمط الآن السؤال الثاني صفحة 72 أكمل النمط بكتابة الأعداد الثلاثة التالية فرع ألف 17 21 25 29 واللاحظ إنه السبعتاش لو ضفت لها 4 عبطاتيني 21 الواحد وعشرين لو ضفت لها 4 عبطاتيني 25 25 لو ضفت لها 4 عبطاتيني 29 إذن قاعد تنبط إني أضيف 4 في كل مرة في رعبة 89 صارت 79 79 صارت 70 70 صارت 62 بلاحظ إنه 89 لو طرحت منها 10 79 لو طرحت 9 70 لو طرحت 8 62 إذن كل مرة بطرح أنا هون عشرة 9 8 هلأ بدأ أطرح 7 6 5 4 وهكذا في رعجيم بلاحظ إنه في كل مرة عم نطرح 5 53 لو طرحت منها 5 بطاعة 48 48 طرحت منها 5 بطاعة 43 43 لو طرحت منها 5 إذن قاعد تنبط طرح 5 في كل الآن رح نكمل في رعدال 1 8 27 64 بلاحظ إنه الواحد تكعيب 1 2 تكعيب 8 3 تكعيب 27 4 تكعيب 64 إذن هلأ بدنا نكمل بمكعبات الأعداد 5 تكعيب 6 تكعيب 7 تكعيب الآن تمرينه مسائل صفحة 73 سؤال أول أكمل النمط في كتابة الأعداد الثلاثة ألف، عشرة، تناش، خمستاش، تسعتاش، أربع وعشرين بلاحظ إنه العشرة لو ضفت لها 2 رح تعطي 12 الـ 12 لو ضفت لها 3 رح تعطي 15 الـ 15 لو ضفت لها 4 تسعتاش إذن هون ضفت 2، بعدين 3، بعدين 4 هلأ رح أضيف عكل رقم 5، بعدين 6، 7، 8، وهكذا في الرعبة 16، 8، 4، 2 هلأ بلاحظ لو بدي أمشي بهذا الاتجاه 2 ضرب 2، 4 4 ضرب 2، 8 8 ضرب 2، 16 طيب أنا بدي أكمل النمط بهذا الاتجاه هون ضربت بـ 2 العكس هلأ إني أقسم على 2 بهذا الاتجاه 16 على 2، 8، 8 على 2، 4، 4 على 2، 2 2 تقسيم 2 نص هلأ نص على 2 أو نص تقسيم 2 ممكن أستفد مني الرسمة إني أرسم دائرة وأقسمها من النص بعدين أرجع أسمها من النص كمان مرة فشو يعطيني ربع؟ أو رياضيا بدون رسم نص على 2 هلأ هون المقام الكسر كامل نص اللي هو 2 رح يرفعه يصير أو أضربه بالـ 2 اللي هي المقام تبع الكسر نص فبصير عندي 2 ضرب 2 يعني 1 على 2 ضرب 2، 4 في الرجيم 1 على 3 1 على 9 1 على 27 1 على 8 بلاحظ أنه البص يبقى كما هو 1 من اللي بيتغير المقام؟ كان 3 صار 9 27 81 هلأ الثلاثة هون ضربتها في 1 ثلاث 3 ضرب 3 9 ضربتها في نفسها مرتين 3 ضرب 3 ضرب 3 27 ضربتها في نفسها 3 مرات 81 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 81 الآن بدي أكمل هلأ رح أضربها في نفسها 4 مرات أضرب 3 في نفسها 5 مرات وهكذا لكن بدل ما أحكي 3 ضرب 3 أضربها في نفسها بهذا الشكل طب لو بدأ أضربها 10 مرات أره أحكي 3 ضرب 3 ضرب 3 10 مرات لا شو بحكي 3 ضرب 3 هي 3 تربيع إنه 3 قوة 2 3 ضرب 3 ضرب 3 هي 3 تكعيب 3 قوة 3 3 مضربة في نفسها 4 مرات هي 3 قوة 4 ف3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 وهكذا 3 قوة 5 1 على 3 قوة 6 1 على 3 قوة 7 السؤال الرابع أكمل النمط بكتابة الأعداد 3 ألف 1 3 7 13 21 الواحد ضفت لها 2 صارت 3 3 ضفت لها 4 صارت 7 7 ضفت لها 6 صارت 13 13 ضفت لها 8 صارت 21 تم بلاحظة 2 4 6 8 إنه نقعد في كل مرة بأضيف أعداد زوجية هلأ ده أضيف 10 12 14 في الرعباء 1 على 23 4 على 23 7 على 23 10 على 23 بلاحظ المقام يبقى كما هو 23 فعلياً اللي بيتغير هو البسط 1 زائد 3 أربعة 4 زائد 3 سبعة 7 زائد 3 عشرة في كل مرة بأضيف على البسط 3 والمقام يبقى 13 السؤال الثالث صفحة 73 وضع أحمد برنامجاً زمنياً مدته أسبوع لحفظ معاني كلمات باللغة العربية كما هو موضح في الجدول التالي هلأ اليوم وعداد الكلمات في اليوم الأول حفظ كلمة في اليوم التاني حفظ كلمتين في التالت 5 كلمات في الرابع 10 كلمات في الخامس 17 كلمة بلاحظ انه الواحد لو ضفت لها واحد رح تعطي اثنين الاثنين لو ضفت لها ثلاث خمسة الخمسة لو ضفت لها خمس عشرة العشرة لو ضفت لها سبعة سبعتاش اذا بلاحظ انه في كل مرة انا قاعدة بضيف عدد فردي يعني في اليوم السادس رح يحفظ سبعتاش زائد تسعة ستة وعشرين كلمة في اليوم السابع بده يحفظ ستة وعشرين زائد احداش ويساوي سبعة وثلاثين كلمة فرع الاف اكتشف النمط المتبع في عدد الكلمات إضافة عدد فردي في كل مرة زي ما حكينا با أكمل الفراغ بالجدول بالأعداد المناسبة يعني حكينا بالسادس دي يحفظ 26 واليوم السابع بدي يحفظ 37 كلمة مع مجموعة الكلمات التي حفظها أحمد بعد نهاية الأسبوع بدنا نجمع الكلمات اللي حفظهم في اليوم الأول والتاني والتالث لحد اليوم السابع وبيطلع مجموعهم 98 كلمة الآن السؤال الخامس اكتب العدد المناسب في الفراغ لكل من النمطين الآتيين حاط الأعداد 58, 70, 82 هلأ بدنا ننتبه رح أطول الأعداد السابقة لهم والأعداد اللي إجت ورعهم 58 لو ضفت لها 12 بطاعة 70 70 زاء 12 بطاعة 82 هلأ في هذا الاتجاه رح أضيف 12 بس عشان أطول الأرقام اللي إجت قبل 58 بدي أطرح 12 58 ناقص 12 46 46 40 الآن السؤال السابع مهم وحلو وفكرته كمان سهل لو ممكن ينحل بأكتر من طريقة كأنه لعبة لعتمى صاحب مطعم الطاولات في الصالة المخصصة للطعام كما هو موضح في الشكل الآتي يعني إجع على الطاولة الأولى حاط هون 3 كراسي 3 كراسي كرسي كرسي ممكن هون أحلة وأربط مع درس الألماط الهندسية في السؤال المثلث وفي السؤال الشكل السداسي كيف؟ بدي أعتبر إنه هذا أصلا شكل وشكل الهندسي عادي وكأنه أنا إلو أضلاع متلاسق الأضلاع المتلاسق رح أعتبرها هاي الكرسي اللي هون والكرسي اللي هون تمام؟ هلأ فعلياً هاي الطاولة بالأصل لازم يكون عليها 8 مقاعد كإني كيف كنت أحكي هناك الشكل السداسي إلو 6 أضلاع بدي أحكي إنه هاي الطاولة لازم يكون حوليها 8 مقاعد طيب معناته لما أبدأ أحط طاولتين جنباعد في الأصل هاي الطاولة يكون عليها 8 مقاعد وهي كمان يكون عليها 8 مقاعد بس لما صاروا بجانب بعض في كرسي هون راح كرسي هون راح يعني 8 زائد 8 وبدأ أطرح منهم الكرسيين اللي أنا شلتهم نفس الإشي لو حطيت 3 طاولات بجانب بعض الأصل هاي يكون عليها 8 مقاعد وهاي 8 مقاعد وهاي كمان 8 مقاعد لكن هون في كرسي راح وهون في كرسي راح كرسي راح وهون كرسي راح ف8 زائد 8 زائد 8 ناقص 4 طب ألاحظ هون أنا شلت 0 من المقاعد هون شلت 2 هون شلت 4 إذن في كل مرة لو بدي أحكي القاعد الأولى إنه 8 اللي هي عدد المقاعد على الطاولة ضرب عدد الطاولات ناقص عدد زوجي هون صفر 8 ضرب عدد الطاولات 2 ناقص 2 صفر 2 4 لو بدي أكمل هسه 4 طاولات راح أحكي 8 ضرب 4 ناقص 6 طيب لو بدي أحط 5 طاولات 8 ضرب 5 ناقص 8 وهكذا طيب ممكن ينجي طالب تاني ويحكي أنا اتشفت ممط تاني ورح يعطي نفسي الجواب الآن نرجع للرسمة هاي الطاولة عليها دائماً كرسي في المقدمة وكرسي هون نفسي لو كانوا طاولتين في عندي كرسي هون كرسي هون لو كانوا ثلاث كرسي في مقدم الطاولة وكرسي في آخر الطاولات اللي بيتغير هو هون عدد الكراسي اللي على الأطراف أو على هون ثلاث وهون ثلاث فشو ممكن أحكي دائماً هيكون أنا في عندي ثنين كرسيين في مقدمة الطاولة وفي آخر الطاولة فستة ضرب عدد الطاولة زاد الكرسيين ستة ضرب 1 زاد ثنين ستة ضرب عدد الطاولة ثنين زاد ثنين فستة ضرب ثنين زاد ثنين 14 لو كانوا ثلاث ستة ضرب عدد الطاولة زاد ثنين إذن الستة هون من المقاعد اللي هون هون والثنين هاي اللي بضيفها دائماً في كل مرة هون الكرسي اللي موجود في مقدمة الطاولات وفي آخر الطاولات تمام هلا لو بدي أحكي على خمس طاولات تمانية ضرب خمسة أربعين ناقص تمانية ثنين وتلاتين على القاعدة اللي حشرحتها في البداية طيب لو بدي أشرح على النمط الثاني ستة ضرب خمسة زاد ثنين أعطى نفسي الجواب ثنين وتلاتين شخص رح يجلسوا على الطاولة والله يعطيكم ألف عافية هكا بيكون خلص درس الألماط اللي عددية اللي هو الدرس الثاني من الوحدة السادسة اللي هو الدرس الثاني من الوحدة السادسة اللي هو الدرس الثاني من الوحدة السادسة